أهلا بكم في نشرة الاقتصادية كشفت بيانات التعداد الزراعي للعام 2017 أن المساحات الزراعية ارتفعت في المملكة خلال السنوات العشر الماضية بنسبة 8% لتصل إلى مليونين وثمانمائة ألف دنم وقالت دائرة الإحصاءات العامة أن مساحة المحاصيل الحقلية ازدادت من 716 ألف دنم في العام 2007 إلى 718 ألف دنم العام الماضي وأظهرت البيانات أن عدد الضأن والمعز ازداد من 3 ملايين ومئة ألف رأس غنم عام 2007 إلى 3 ملايين وثمانمائة ألف رأس العام الماضي ومعنا للحديث بشأن التعداد الزراعي المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة دكتور قاسم الزعبي دكتور قاسم أهلا وسهلا بك إذن نتحدث عن زيادة في الأراضي الزراعية بشكل عام ولكن هل يعني ذلك أو ينعكس تماما على الإنتاج؟ يعني بداية أشكر محطة المملكة على استضافتنا والحديث عن التعداد الزراعي لأن هذا التعداد جدا مهم لعملية التخطيط للزراعة والثروة الحيوانية وأيضا الثروة النباتية صحيح زي ما أشرت أنه خلال 2017 بالتعداد تبين أنه فيه ارتفاع في المساحات الزراعية نعم لكن أيضا هذا لا يعني أنه زيادة الانتاجية زيادة الانتاجية تقيسها دائرة الإحصاءات العامة من خلال موسوحات أخرى هذا التعداد هدف يوفر بيانات أساسية لوقع أطر للتعدادات والمرحلة القادمة إن شاء الله سننفذ موسوحات تبيننا بيانات خاصة في إنتاج الدنم الواحد والإنتاج الزراعي بشكل تفصيل أكثر نعم أيضا هل يمكن أن يكون هذا الارتفاع هو مؤشر إيجابي لقطاع الزراعة بشكل نعم؟ طبعا نحن في هذا التعداد استخدمنا تقنيات حديثة وكان هناك آليات للمتابعة التي بيانتنا الواقع للقطاع الزراعي بشكل أساسي فكان هناك زيارات للمزارع وأيضا زيارة للأسرة للتأكد من هذه البيانات والحمد لله هذا التعداد والآلية التي استخدمناها بياننا الواقع الزراعي الآن دور الحكومة ودور وزارة الزراعة بشكل خاص تلتقط هذه الأرقام وإن شاء الله سنساعدهم في توفير هذه البيانات للإطلاع على واقعها القطاع ووضع سياسات المناسبة لهذا القطاع يعني طيب دكتور كيف يمكن أن يفسر إذا كانت المساحات المزروعة بالخضروات قد انخفضت من عام 2007 إلى اليوم أو إلى 2017 أيضا المساحات المزروعة بالأشجار المثمرة أيضا انخفضت وبالتالي كان هناك على الطرف الآخر زيادة في هذه الأراضي نعم صحيح على مستوى الأراضي المناطق التي تم سحها تبين عندنا لكن أيضا فيما يتعلق في الأشجار المثمرة وأيضا المناطق المزروعة في الخضروات تبينت حقيقة هذه البيانات من خلال زي ما أشرت زيارتنا لهذه المناطق نحن أيضا صار في تغيير في تركيبة قطاع الزراعة الزراعات الحقلية كانت في سابق تشكل والمساحات الأراضية الأراضي المخصصة للزراعات الحقلية القمح والشعير وكانت مساحات كبيرة الآن تقلصت هذه المساحات وبالتالي أصبح نعم سيد إذن بالنظر إذا تحدثنا أيضا عن هذه الملكيات بشكل عام دكتور هل يمكن أن يكون هناك الهيكل لهذه الملكيات قد اختلف بالتأكيد هذا السبب الرئيسي الذي نتحدث عنه الذي هو التراجع في الزراعات سواء في الأشجار أو في المحاصيل الحقلية نتيجة للتغير في الملكي وهذا أظهرنا بشكل واضح بيتفتت الملكية الزراعية وبالتالي انعكس على واقع قطاع الزراعات نعم أيضا دكتور كنا نتحدث عن ملكي أو عن تقرير أو الإحصاءات التي ستصدر عن الفقر وكنا في حديث سابق لنا في أحد البرامج على في يوم الأحد الاقتصادي كنا نتحدث عن نهاية شهر ثمانية في إصدار هذا التقرير هل هو مازال على موعده؟ إن شاء الله زي ما وعدناكو نحن الآن في المرحلة الأخيرة بعد استكمالنا لجمع البيانات ونجدها فرصة لشكر الأسر الأردنية التي تفاعلت معنا في تزويدنا في البيانات كانت نسبة الاستجابة أكثر من 96% هذه البيانات نستطيع أن نعتمد عليها في اتخاذ قرارات والسير في تحديد المنهجيات التي سنعتمدها في قياس مؤشرات الفقر وزي ما وعدناكو إن شاء الله في شهر عشر رح تكون نتائج خطوط الفقر والمناطق الأكثر حاجة في الأردن وأيضا سنعلنها وأنتم رح تكونوا من أول أوائل المؤسسات التي تطلع على هذه البيانات نعم دكتور أيضا من المؤشرات التي صدرت اليوم من التقرير بأن الضأن والماعز قد ارتفعت أعداده في الأردن من 2007 حتى 2017 ولكن بالمقابل كان هناك انخفاض في الأبقار مثلا انخفاض عدد الأبقار هل لهذا مؤشرات معينة أو محددات كانت تمام هذا القطاع؟ تأكيد أنه إحنا ملاحظين رغم الاستهلاك الكبير للضأن والماعز في الأردن لكن أيضا التروة الحيوانية منها ارتفعت أعدادها وهذا واضح ويمكن نتحدث عنه في مزيد من التفاصيل حول الأسباب ورح نطلع وزارة الزراعة وزارة الزراعة والمؤسسات المعنية على اطلاع بالتفاصيل الأسباب هل كان لديكم سبب واضح؟ في أسباب طبعا المنطقة وما يدور في المنطقة كان له أسباب لها علاقة في أعداد الثروة الحيوانية وخاصة من الضأن والماعز وكان سببه الظروف في الدول المجاورة نعم أيضا ولكن دكتور قبل فترة كنا نتحدث عن الإحصاءات للأسر والاستهلاك الأسر من السلع هذا لم ينعكس في ذاك التقرير أليس كذلك؟ بالتأكيد إحنا استهلاك الأسر منقيسه من خلال مسح دخل ونفقات الأسرة وإن شاء الله بعد استكمالنا للبيانات التي أشرت لها في مسح دخل ونفقات الأسرة سنطلعكم على هيكل استهلاك الأسرة الأردنية وحجم هذا الاستهلاك وأيضا دخول الأسر الأردنية معدلاتها وحجمها وإن شاء الله في مزيد من التفاصيل نعم المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة دكتور قاسم الزعبي كنت معنا شكرا جزيلا لك شكرا شكرا